اجتماع أولي هدفه الأبرز التركيز على إصلاح ولو جزء من أكبر المشاكل في العالم الهدف كان وضع خارطة طريق لمدة 15 عاما للقضاء على الجوع والفقر بعد أهداف سابقة لم تحقق نجاحا في ذات الاتجاه وتشمل الخطة التي دعمها وتبناها أعضاء المنظمة 193 عضوا مكافحة تغيير المناخ سوريا الملف الذي دفع مواضيع قمة الأمم المتحدة إلى خارج ما كان مخططا له فالموضوع المعلن التنمية العالمية والتغير المناخي إلا أن الأزمة السورية دفعت بها إلى الهامش وبدأ قادة العالم سلسلة من الاجتماعات خلف أبواب مغلقة بشأن سوريا فيما تتمحور أنظار واهتمامات العالم إلى النقاش الكبير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمنح الدول فرصة لعرض وجهات نظرها أمام العالم إيران أيضا تشغل مساحة من النقاشات إذ أن واشنطن تأمل بعد الاتفاق النووي مع طهران في مساعدتها على التوصل إلى حلول سياسية في سوريا والصراع في اليمن أزمة اللاجئين والمهاجرين الحالية وهي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية قضية أخرى رئيسية تخضع لنقاش محموم اللقاء الكبير سيجمع بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يحضر اجتماعات الأمم المتحدة منذ عشر سنوات سيكون موضع اهتمام خاص فخلف الكواليس هناك جهود دبلوماسية لوضع حد للصراع في سوريا مبادرات من هنا وهناك علها تقتل فشلا سياسيا دام لأربع سنوات في سوريا جعفر زعبي سكاينيوز عربية نيويورك